يبحث العلماء احتمال قدرة فيروس كورونا على التخفيف الجسم ومن ثم معاودة الظهور مرة ثانية بعد تقارير عن إصابة أشخاص بالفيروس بعد تعافيهم منه أعلنت كوريا جنوبية عن ظهور الفيروس مجددا لدى 51 شخصا تحديدا بعد أيام فقط من مغادرتهم الحجر الصحي وإصابتهم بالمرض مجددا ويعتقد بعض العلماء في الهيئة الصحية الحكومية في كوريا جنوبية أن الفيروس قد يكون كامنا عند مستويات لا يمكن اكتشافها في الخلايا البشرية هذا يعني عدم ظهوره في الاختبارات حتى ينشط مرة ثانية ويعرف عن بعض الفيروسات مرورها بمرحلة سبات مثل فيروس الجدري لكن دراسات أجريت على القردة في المختبرات أظهرت عدم امتلاك فيروس كورونا هذه القدرة يرجح بعض العلماء أن يكون ما حدث مرتبطا بأخطاء في اختبارات الكشف عن الفيروس ويعمل الباحثون على إعادة اختبارات عينات المصابين نناقش مشاهدين هذا الموضوع مع ضيفي من جوهانسبرغ مشع العلام أخصاء المعلومات الحيوية في المعهد الوطني في جنوب أفريقيا وهو أيضا أحد العاملين في التشخيص الجزائي لفيروس كوفيد 19 أهلا بك معنا يعني في ضوء ما ذكرناه الآن من معلومات هل فعلا من الناحية العلمية والطبية فيروس كورونا قادر أن يعيد تنشيط نفسه من جديد وعودت الإصابة بالفيروس مرة ثانية بالنسبة للأشخاص المتعافين منه السلام عليكم ورحمة الله شكرا للإصطدافة أول حاجة وأنا هتكلم عن جانب اللي هو التحليل الجزي للفيروس كوفيد 19 وحتى الآن تقريبا تم تحليل البيانات الوراسية لحوالي 3 ألف فيروس من مأخوذ من 53 دولة في 6 غارات حول العالم والعدد من الجينومات أكشولي هو بيدينا فكرة كبيرة جدا عن المحتوى الجيني للفيروس وبيخلينا نقدر نعرف التحركات بتاعت الفيروس أو أي تغيير موجود فيه العدد 3 ألف يعني نحن اليوم بنتكلم عن مليون وربعمائة إصابة تقريبا حول العالم هو تقريبا نسبة بسيطة جدا من الجينومات أول من الإصابات المعروفة عشان كده ما بنقدر نتكلم عن المحتوى الجيني للفيروس الآن لأنه لم تتم تقريبا تحليل كل البيانات للإصابات الموجودة حول العالم اللي هي مليون وربعمائة لكن رغم ذلك يعتبر مجهود جبار جدا جدا اللي هو أن الناس تعمل سيكونسين أو تعمل تحديد للبيانات يعني هذه التقارير أو هذه الدراسة إلى أي مدى من الممكن أن تكون صائبة بأن هذا الفيروس لديه حالة من الصبات عند مستويات فعلا لا يمكن اكتشافها لدى خلايا الإنسان أو خلايا جسم البشري هو الفيروس حاليا من المعلومات الوراسية الموجودة فيه لم يتغير لكن فعلا هو في بعض الأحيان بيكون صعب جدا جدا الالتقاط وحتى التشخيصه بواسطة الطرق الموجودة حاليا للتشخيصه عشان كده نحن نتابع بواسطة الأحيان الجزئية التركيب الجيني للفيروس على أساس أنه إذا حصل أي تغيير في السلوك للفيروس ممكن الناس تغيير في طرق التشخيص حتى مستقبليا في طرق تحليل الأدوية والأشياء الزيدية لكن حاليا الفيروس ممكن يكون فعلا في فترة بتاعتكمون ونلاحظ أنه في بعض الأثنيات مبتصاب بالفيروس بقدر ما أصيبت بعض الدول وبعض الأثنيات لكن حاليا من الصعب جدا التكهن في ما بين فترة الجائحة وفي وجود الجائحة دي بأي حاجة لأنه ما في وقت للدراسات كل الجهود الآن مرميات حول التشخيص وعلاج المرضى لكن اللافت بهذا الموضوع تحديدا بأن المدة قصيرة جدا ما بين حالة التعافي من فيروس كورونا ثم عودة الإصابة بها مرة أخرى فعلا الإصابة مرات بتكون يعني زي ما أنت ذكرت في التقرير بتاعك أنه في كوريا ظهرت بعض الحالات بعد التعافي لكن وفي الصين برضو لكن يعني في بعض الدول الأوروبية ما أظن في تقارير كثيرة متوفرة ولا في أمريكا دول أمريكا الشمالية طب ماذا عن المناعة هنا؟ يعني يتم الحديث سابقا بأنه عندما يصاب الإنسان بفيروس كورونا أو حتى الفيروسات الأخرى قد يكتسب نوع من المناعة يعني يصبح الإصابة به مرة أخرى بعوارض أخف إن أصيب به ولكن في هذه المرحلة كيف ستكون العوارض بالنسبة لكورونا في حال أصيب شخص مرة أخرى بهذا الفيروس؟ العراض أنا يتخلي بتكون أخفة من الإصابة الأولى عادة لكن الإصابة عادة الأولى بتديك مناعة أو بتديك أجسام مضادة ضد المرض وبتخلي المرة الثانية بتكون الإصابة أخفة يعني مثلا زي لما أنت تصيب بفيروس الإنفلونزا وتجي تاني الإنفلونزا في نفس الموسم بتكون الأعراض أخفة من الإصابة الأولى إذا لا قدر الله يعني الواحد أصاب مرتين لكن حاليا العلماء بيفكروا في أشياء كثيرة جدا منها الخيارات اللي هو أخذ عينات من البلازمة أو جزء من الدم لعلاج المرضى يعني هي دي برضو واحدة من الفوائد إنه إذا تعافى مريض الكوفيد-19 ممكن بعد فترة الناس تأخذ منه أجسام مضادة وتحكم بيها المرضى اللي بيكونوا في حالات مستعصية ودية علاجات الآن في ولايات المتحدة الأمريكية يفكروا فيها في إيطاليا بغضوا يفكروا فيها لأنه هي تعتبر من الإلاجات السريعة جدا والدراسات المخبرية السريعة أثبتت أنه فعالية الأشياء دي في وزن يومين أو ثلاثة ممكن أكيد نتمنى بالتأكيد أن أصبار إيجابية حول هذا الموضوع ولكن اسمح لي سنقوم الآن بعرض بعض المعلومات التي تتحدث عن عقار جديد لفيروس كورونا حيث أعلنت إسرائيل استرادها عقار أفغان لاختباره على مرضى فيروس كورونا المستجد بعد استعماله بنجاح في دول أخرى حيث استعملت مستشفيات يابانية عقار أفغان لعلاج مرضى كورونا بنجاح وفقا لتقارير نشرتها لهيئة الباس وأشار التقرير إلى أنه سيتم اختباره على حوالي 80 مريضا في مستشفيات مختلفة بإسرائيل وتنتج شركة فوجي فيلم اليابانية تنتج العقار أيضا المعروفة في باريفاير وتمت الموافقة على استخدام هذا العقار في اليابان في 2014 لمعالجة الإنفلونزة الموسمية العادية يقول أطباء إسرائيليون إن الدواء قد يؤدي إلى تقصير الفترة التي يعاني خلالها المريض ويواجه أعراضا أقل خطورة مما يتيح الاستغناء عن أجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى وتأمل اليابان زيادة إنتاجها من هذا العقار إلى ثلاثة أمثال مستواه الحالي والذي يكفي لعلاج 700 ألف شخص إذا استخدمه مرضى فيروس كورونا ما يعني ارتفاع الإنتاج إلى مليونين ومئة ألف جرعة يعني سيد مشعل نتحدث الآن عن عقار جديد أفجان وبالتالي برأيك ما هو هذا العقار وخصوصا بأن اليابان تتحدث عن نتائج إيجابية فيما يخص استخدامه العقارات الآن هي كلها تحت التجريب وبعض المنظمات العالمية زي الصحة العالمية غالبا في الأوقات بتاعت الجائحات الزيادية كده بتكون ما في حلول يعني بتدي حلول آنيا في بعض الأحيان لأنه بيكون يعني أنت ما خسران حاجة لو أنت ديت دوة تحت التجريب حتى لواحد محتاج له لأنه يكون الخيار الثاني هو الموت فكثير من الدراسات الآن أو كثير من المجموعات البحسية بتغوم بعدد من البحوث وعدد من التجارب المكلفة والتي هي بتحتاج زمن وده حاجة نحن ممكن نشير لها السعدي في اللحظة دية أنه عادة إذا أنت احتجت تنتج عقار أو تنتج فاكسين أو مصل لمرض ما أنت بتحتاج تمر بثلاثة خطوات مهمة جدا الخطوة الأولى هي اختريار الهدف بتاعك يعني أنت في الجي في الجينات بتاعت الميكروب أو كده بتختار جين معين بتستهدفوا بالعقارة وبالفاكسين مرحلة الثانية بعد نجاح التجارب المعملية الناس بتمشي للتجارب الحيوانية اللي هي بتجرب العقارة أو المصل على الحيوانات وبتشوف النجاح بتاعه وبعد ذلك بتمشي للمرحلة الأخيرة بتختار مجموعة من الأشخاص بتجرب عليهم الفاكسين عشان كده بنجمع دائما أن العقار بيحتاج بين سنة وصنة 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 ولكن بالنسبة لكلوروكين سيد مشعل بالنسبة لكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين بطبيعة الحال بدأ الاستخدام الفعلي له سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية وحتى في الدول العربية وهذا العقار تحديدا على ما يبدو أثبت نجاحه على الأقل في التخفيف من عوارض الإصابة بفيروس كورونا فعلا العقار بتاع الكلوروكين أو الهيدروكسي كلوروكين هو أثبت فعالية جدا جدا في بعض الأشياء وذي ما قلنا كل الحاجات دي هي عبارة عن تخمينات وتجارب صغيرة ما بتكون تجارب على مستوى بتاعنا كبير جدا لكن بتدي فعالية في بعض الأوقات ومعروف أنه كلوروكين هو بيعمل بلوكين للفايروس ما بخلي الفيروس يدخل الخلايا عشان يتكاثر وينتج نفسه داخل هذه الخلايا ولكن اسمح لي سيد مشعل الكلوروكين وكأنه هو تجاوز مرحلة التجربة لأنه فعليا يستخدم بين الأطباء بالنسبة للحالات المصابة بفيروس كورونا يعني بالتالي تتحدث عن أنه نوعا ما أصبح يستخدم بطريقة رسمية بين الأطباء وخصوصا في الدول الكبرى كما ذكرت الولايات المتحدة أوروبا وحتى داخل الدول العربية فعلا زي الـ FDA في الأيامات القرية الفاتت هو فعلا صرح بأنه ممكن الأطباء يستعملوا الكلوروكين في الرجيم بتاع العلاج بتاع الكوفيد 19 وزي ما أنا قلت لك مرات أنت ممكن عندك حل غير أنك حتى لو بيتخمين أو بأي شيء ممكن أي تجربة صغيرة جدا جدا ممكن تثبت فعالية المرض ممكن تمشي طوال على المرض وتصرح به وتديه للمرضى لأنه ممكن الخيار الثاني هو الموت بالنسبة للمغيض عشان كده أحسن أنه أنا أجرب عليه أي حاجة لكن ما في دراسات حاليا بتثبت فعالية الكلوروكين ضد الكوفيد 19 في دراسات صغيرة وكده لكن حتى أستطيع التجارب نحن بنستفيد من تجارب الدول يعني مثلا إحنا هنا في أفريقيا ويعني بنسمع أو بنشوف أو بنتابع التجارب دي على أساس أنه إحنا لو وصلنا المرحلة بتاع الرغم بتاع الإصابات دي نقدر نطبيقها مباشرة بدون ما نرجع لتجارب فوحدة من الأشياء الجميلة جدا في الجائحة هي أن الدول العالم كلها بتعمل مع بعض بيهرمنا وحدة على أساس أنه توري بعض صحيح يعني هناك نوع من الوحدة سواء فيما يخص الوصول إلى العلاج حتى المساعدات الطبية أصبحت تنتقل بين دولة وأخرى ولكن عندما نتحدث عن وجود السرعة ويعني أهمية قصوى بضرورة إيجاد أي لقاح أو علاج بالمقابل ألا يوجد سلبيات لهذه السرعة وربما أيضا مضاعفات جانبية بالنسبة لأي شخص قد يقوم باستخدامها أنا حاليا ما خبير في القصة بتاعت الأدوية لكن على حد علمي أن المرات الفعالية بتكون فعلا جميلة جدا ويعني منقزة للمريض لكن زي ما قلت وذكرتك مرة أنه ما بتقدر تعرف اللي هي بسموها ما عارف أقوله كيف اللي هي يعني التبعات بتاعت الاستعمال الكلوروكوين ستستعمل بها كمية هل هي نفس الكمية اللي أنا بديها للمريضة الملارية وهو طبعا معروف العلاج للملارية فكل الأشياء دي هي محتاجة دراسات لكن هي دي ما وقتها حاليا لأننا نحن في ضائقة وفي جائحة الآن ونحتاج لأي حاجة بتنقذ المريض من المرضة فنتمنى أن الدراسات دي بيتعجل الناس السعيدة بتحاول أنها تعجل على أساس أنها تطلع بحل أو علاج أشكرك جزيلا شكر على تواجدك معنا من جوهانسبرغ مشعل علام أخصائي المعلومات الحيوية في المعهد الصحي الوطني في جنوب أفريقيا وأيضا أحد العاملين في التشخيص الجزيئي لفيروس كوفيد 19 شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك